عندي سؤال عن عدد الهائل من الفنانين اللي في عمل واحد مش عايزة أسأل عن إدارتهم لأنه بالتأكيد هم نتكلم مع فريق متميز واخر الجميل الجميل وأثبت نفسه يعني آه بيتر ميمي لكن العدد الكبير ده بيبقى خطر على العمل أحيانا يعني إزاي في الاختيار إحنا رايحين في الحالة العظمة دي في الأعمال الدرامية بيبقى في بعض الخلافات في الدور ده لازم يكبر شوية ويقل شوية وفي تنافس ده أنا حتى للناس في ناس بتطلع دوش طغير جدا ولكن إحنا بنتكلم على الدراما توسيقية فالشخصيات معظمها حقيقي وتصرفات الشخصيات موجودة وبياخد مساحته النسبية بياخد المساحة النسبية بالإضافة أن أنت بكلمي على عمل وطني لأن دي دراما وطنية فما فيش حد هيقول لا أنا أكتر لا أنا تضيفولي مشاهد لا كل واحد بطل في دوره حتى أن أنا عندي ثلاث نجوم صف أول في السينما التلاتة موجودين والذي تفوق عليهم تلاتة تانيين يعني عندي ياسر جلال عندي خالد الصاوي عندي أستاذ عبدالعزيز مخيون دول بالنسبة لحضرتك النجوم الاختياري لحد درواسي دول النجوم الأصعب الشخصيات الأصعب لأن أحمد السق أو أحمد عز وكريم عبدالعزيز بيجسدوا شخصيات إحنا مشوفناهاش في الحقيقة فيقدر يشتغل زي ما هو عايز لكن التلاتة التانيين كل واحد بعمل شخصية إحنا شايفينها وعارفينها وحفزينها حتى مرشد الإخوان وهو بلبس الطائية بتاعته والنظارات أستاذ عبدالعزيز مخيون عملها من طراز غير طبيعي خالد الصاوي في التجهم بتاع الشكل وهو بتكلم عن خيرة الشاطر أنت بتحسي أن انت شفت الشخصية دي فعلا شفتها قبل كده صوت وصورة طبعا احنا تكلمنا على ياسر جلال فهنا في مباراة تمثيلية بس كل واحد في دوره هم ما بيتنفسوش مع بعض ترجمة نانسي قنقر